اللي سي الغذائي أو الدنتيل الغذائي القبل الأكل بنسبة 100% هو شكله كده زي مفارش الدنتيل لكن بيتتاكل هنشوف النهاردة إن شاء الله طريقة عمله من الصفر كمان هعرفك 3 طرق إزاي تسوي بيهم عشان يطلع معاك مظبوط كده لهو ناشف بيتكسر مثلا ولا هو طريه هيتقطع منك لا ده بالعكس بيمطه شكله لامع عامل زي السيليكون مش بيتقطع حتى لو حاولت أكرمشه أو أتنيه أو أعصره كده مش هيتقطع ومش هيكرمشه ومش هيتكسر ولا أي حاجة لا هو مرن وهيطلع معايا زي الفل تمام تابعي الحلقة للآخر عشان تشوفي كل الملحوظات كل التكات عشان تعملي اللي سي عشرة على عشرة اللي سي الغذائي أو دنتيل الغذائي بيبقى محتاج شوية تركات كده وحركات وشوية يعني ملحوظات كده إيه تعمليه وإيه تتجنبيه فخليكي معايا لآخر الفيديو هتستفيد جدا بإذن الله أول حاجة بجيب بولا ناشفة ونظيفة بحط فيها نص كباية من الميا دي بالضبط نص كباية وبالمعيار هي 88 ملي من الميا وبالمعلقة هي 8 معالق كبار من الميا هحط عليهم 6 جرام من السي ام سي هقلبهم كده أول ملحوظة بقى معانا في الفيديو أنا بقلب فيهم مهما قلبتي فيهم مش هيدوبوا أوكي لو قعدت أقلب فيهم ربع ساعة مش هيدوبوا حتى لو عملتهم بمضرب الكهرباء برضو مش هيدوبوا هيدوبوا إزاي بإني أسيبهم لمدة ساعتين وخلال الساعتين دول أفضل أقلب فيهم يعني أروح أجي كده عليهم وأفضل أقلب فيهم 3 أو 4 مرات لغاية لما السي ام سي ده يدوب تماما تماما في الميا تمام؟ فهنسيبهم ساعتين كل شوية نقلب ونرجع نكمل مع بعض ودلوقتي بعد ما مر أكتر من ساعتين شايفين شكلهم عامل إزاي؟ شكلهم عامل زي الجلي بالضبط جلي شفاف ولامع ما فيهوش أي حاجة تمام؟ طبعا قعدت أقلب فيهم كذا مرة خلال الساعتين أهم حاجة هنا أتأكد إن الجلي ده ما فيهوش ولا نقطة ولونها أبيض ولو فيه نقطة ولونها أبيض أبدأ أهرسها كده لغاية لما دوبها خالص خالص دلوقتي أقدر أشتغل بيه بص بقا هنعمت بيه هحط عليهم 8 جرام من السكر البودر المطحون ناعم وعليهم كمان 6 جرام مارنج بودر و15 جرام من النشا الوصفة الأصلية فيها 6 جرام من الجلسرين الغذائي خدي كمان عندك المنحوظة دي لما عملتهم نسيت أحط فيهم الجلسرين الغذائي وخلطت العجين وزبطته وحطيته في الملد وخبسته في الفرن وطلعته وبعد ما خلصت افتكرت إن أنا محطتش في الوصفة الجلسرين الغذائي الفكرة هنا إن التجربة أحسن من 100 معلم يعني لما عملتها وانسيت أحط الجلسرين والوصفة نجحت برضو عرفت كده إن مش شرط الجلسرين الغذائي في الوصفة علشان كده لو ما عنديكش جلسرين غذائي تقدري تستغني عنه وهتطلع معاك زي الفل تمام؟ فما تقلقيش دلوقتي بقى هنخلط كل ده مع بعضه عن طريق الهارس كده برضو بعد ما عجنتهم كويس بقى هو ده شكلها وهو ده قوامها وكمان تقدري تلونيها بألوان يعني يئما الألوان الجل اللي بتبقى زي كده يئما بالألوان البودر بس أهم حاجة ما تكونش ألوان سيلة علشان ما تضرش سيولة للقوام بتاع العجين بتاعنا أنا مش هلونهم هستخدمهم كده لإني هدهن المولد اللي عندي بالدست تعالوا نشوف المولد شكله عامل إزاي ده شكل المولد اللي سيلة عندي طبعا فيه أشكال كتير وحجام كتير ده طوله 40 سنتي لو هغلف بطرطة مقاس 22 أنا بعمل 2 منه عشان يغطي الطرطة داير ميدور لو هعمل طرطة مقاس 30 يبقى هعمل 3 علشان يغطي الطرطة برضو داير ميدور ويكفيها ما يبقاش فيه فراغ ولا حتة بينها هعمل إيه بقى دلوقتي أنا عندي هنا اتنين دست دست الفضل دست لونه والدهبي والدست التاني لونه نحاسي ما بحبش لون الدهبي لوحده لأنه فاتح قوي ولون النحاسي غامق قوي بعمل ميكس بين الاتنين عشان يديني درجة ما بين الدهبي والنحاسي بتطلع شيك وحلوة قوي على مفرش الدنتر لأن اللي هعمله هتبقى طرطة خطوبة فعايزة حاجة تبقى صورية هعمل إيه بقى حلوين همكس الاتنين على بعض يعني بولا كده نظيفة وهحط نص من ده وهحط كمان شوية من ده بس الغالب هيكون هو الدهبي النحاسي يعني أنا بقيه بكسر بيه حدة الدهبي وبعدين همكسهم على بعض سنة نحاسي كمان تمام كده دي الدرجة اللي أنا عايزها أفضل حاجة جربتها لما حبيت ألون المولد اللي عندي بلون دست إن أنا أدهن المولد نفسه وفرد العجين عليه ودخله الفرن دي أكتر طريقة بتخلي الدست يلزق كويس جدا في اللسي اللي معايا لو أنا عملت اللسي أبيض وطلعته دهنته بياخد دهان آه لكن بيبقى الدهان فاتح وما بيشيلش دست كويس هي إني أحطه عليه وبعدين أخبزه بقى بيه كده بيلزق كويس جدا 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 ومش بيطلع وبيدي اللسي لون ولمعة بيبقوا سبتين فيه جدا بعد ما فردت كمية الدست كده وعلى فكرة أنا ما خلصتهاش كلها يعني ستل لسه فيه شوية هم عشان نعمل بيهم المرة الجاية بعد ما فردتهم كده نبدأ بقى نحط مع بعض آه عجينة اللي سيه باخد على سن الاسباتيولا شوية ببدأ أعمل كده أملي وشد أخد الزيادة وأملي وشد بروح واجي علشان أملي كل الفراغات الدايئة دلوقتي أنا كده خلصت أول وش نيجي بقى الأهم أهم خطوة الملحوظة الرابعة في الفيديو أسوي إزاي يا جماعة أنت عندك ثلاث طرق للتسوية أول طريقة هي إنك تحطي الملد ده برة عادي في جو الغرفة يعني لمدة 12 ساعة هيتسوي عن طريق الهوى اللي في القوطة عادي لمدة 12 ساعة بتيكي تاني يوم بتعملي كده ما بتلاقيهوش يلزق بقى خلاص بتلاقيه نشف بتيجي مديياه وش تاني آآ ولما بينشف بتشديه طيب تاني طريقة للتسوية إنك لو عندك فرن كهرباء بتصبوطي درجة حرارته على خمسين فرن الكهرباء اللي جواه مروحة بتصبوطي درجة الحرارة فيه على خمسين درجة مقوية بيقعد لمدة 10 دقايق بتخرجيه وتديه الوش التاني طيب التسوية التالتة بقى اللي هو أغلب الناس يعني آآ لو انتي ما عندكيش وقت تسبيل 12 ساعة لو ما عندكيش فرن كهرباء فيه مروحة لو عندك الفرن العادي طيب هتعملي إيه؟ هتوطي درجة حرارة الفرن العادي على أقل درجة ممكن توطيها عليه يعني هتخلي كده شبه شمعة تمام؟ وهتحطي المالد في الرف الوسطاني وهتفتحي باب الفرن يعني هتوطي الفرن قوي 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 وكمان هتفتحي باب الفرن طول مدة التسوية تقريبا هيقعد آآ خمس دقايق سبع دقايق إنتي بتختبري تسويته زي إنك بتعمليه كده لو لقتيبي يلزق زي ما هو بيلزق في إيدي كده يبقى لسه هسيبه آآ أبدا أبدا ما تعليش درجة الحرارة لإن هو عايز درجة حرارة وطية جدا فهتفتحي باب الفرن ما تعليش درجة الحرارة بالعكس تخليها على أهدى درجة ممكنة يعني سنة كمان لو هدتي عليها الفرن هيتطفي فهمتي أنا قصدي إيه؟ وتفتحي باب الفرن كده هيبأ أخد أول ويش لما تلاقيه مش بيلزق تطلعيه ونديره مع بعض الوش التاني أنا بسوي بالطريقة دي والحمد لله بيطلع معايا زي الفل ما بيكونش عندي وقت أسيبه فترة طويلة وما عنديش فرن كهربا بمروحة بشتغل بالطريقة دي وكل اللي سي اللي بعمله فطورتات بتاعتي بعملها بالطريقة دي يلا ندخلوا الفرن خمس دقيق سبع دقيق على حسب ما هياخد معايا ونطلعه ونشوف النتيجة عاملة ازاي ودلوقتي بعد ما خرج من الفرن شايفة مش استيكي خلص ولا بيلزق ناشف تماما معايا ناشف بس مش آخد سوى زيادة يعني يا دوب نشف اول ما نشف طلعته على طول هديله دلوقتي الطبقة التانية لازم طبقة تانية ماينفعش خرجه ابدا وهو طبقة واحدة لانه هيكون رفيع جدا جدا تمام وساعتها هيتقطع معايا وانا بطلعه من المولد باملي واشيل الزيادة على طول اديت الطبقة التانية وشيلت الزيادات هدخلوا الفرن برضو لمدة من خمس لسبع دقيق اول ما تنشف معايا الطبقة هتلاحها على طول دلوقتي بعد ما طلعتها من الفرن هبدأ بقى خلاص سبتها تنشف خالص وتبرد خالص هبدأ بقى اعمل كده لما بعمل كده جماعة انا ما بشدش انا باتني المولد وهي الوحدة بتخرج بمنتهى السهولة هي بس ابعد شديها لان هي رقيقة جدا رقيقة قوي قوي يعني فما تستحملش شد لو تشدت ممكن تتقطع علشان كده بمسك بالراحة خالص وبشيلها كده شايفة لونها عامل ازاي وجميل زي المفرش الدهبي بالزبط تمام عشان كده بنسميه الدنتار الغذائي دلوقتي بعد ما خلصت كله خلاص هشيل المولد ووريكوا شكله عامل ازاي وده دلوقتي اللي سيه بعد ما خلصناه وزبطناه شفتي شكله معانا عامل ازاي طبعا هو ليه اكتر من طريقة في التسوية اول طريقة ان انت معلش انا بعيد في النقطة دي ثاني لانها مهمة قوي علشان تشوفي الطريقة اللي هتناسبك منهم ايه اول طريقة انك تسيبيه بدرجة حرارة الغرفة لمدة 12 ساعة ده اول وش لما تسيبيه في المولد تاني مرة بعد مرور 12 ساعة بتلاقي نشف بتحطي وش تاني من العجينة وبتسيويها برضو 12 ساعة على فكرة ممكن تقعد اكتر من 12 ساعة يعني على حسب طبيعة الجو عندك اهم حاجة انك ما تشيليهاش غير لما تتأكدي انها نشف في المولد تماما يعني وانتي بتطلعيها كده لقتيها لسه سنة طرية ما تشيليهاش سيبيها لغاية لما تنشف خالص حتى لو قعدت اكتر من 12 ساعة دي اول طريقة طريقة تانية ان لو عندك فرن كهربا مروحة بتدخليها على الرف الوسط على درجة حرارة 50 لمدة 10 دقايق ده اول وش بتطلعيها بتدلها وش تاني وتدخليها برضو لمدة 10 دقايق ده تاني وش تالت طريقة بقى للتسوية هي ان انا ادخله الفرن العادي خالص اللي هو فرن الغاز بخليه على اقل اقل درجة حرارة اللي هي درجة الحرارة اللي لو انا وطيت المؤشر اكتر من كده الفرن هيطفي يعني بخليها زي الشمعة وبفتح الباب بتاع الفرن عشان كمان اي حرارة زي ده تخرج برا الفرن بخليه على الرف الوسط بيقعد تقريبا من 5 ل 7 دقايق وبرضو ما تلتزميش بال 5 ل 7 دقايق دي زي ما قلتلك بتحطي ايدك كده عليه لقتيه نشف بتخرجيه وتديره الوش التاني لما تديره الوش التاني بتدخليه برضو من 5 ل 7 دقايق واول ما يخرج بتسيبيه يبرد تماما تماما يعني ما تطلعيهوش من الملد وهو لسه سخن لما بينشف في الملد بيبقى متماسك اكتر بتيجي تطلعيه بتلاقيه ما شاء الله معاك زي الفل كده احنا عرفنا طريقة التسوية عرفنا كل المكونات عملنا مع بعض ما شاء الله طلع تحفهو سوري كده ينفع قوي قوي لطرطة خطوبة اتمنى لو الحلقة عجبتكم تعملوا شير ولايك واشتراك في القناة ما تنسوش الكومنت الحلو بيفرحني مرسي جدا جدا لو لكم اي سؤال او اي تعليق سبهوا لي في الكومنتات وعناي هرد عليكم مع الف سلام يا حلوين اشتركوا في القناة